اهلا بكم بعد الفاصل قبل ما نبدأ احوارنا مع صديق العزيز جدا الكابتن سامح الشازلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوث والانقاذ هلنقوم نتيجة امبارات البسكت الأهلي فايز عن الاتحاد السكنداري 61-59 الفرق داية الفرقتين كبار ناقص 3 تاقي 44 ثانية ان شاء الله نادي الاهلي يعبر هذه المورة لان هي محطة مهمة جدا للوصول الى الدور النهاية في البطولة العربية لكرة السلة خلينا رحب به كابتن سامح الشازلي كابتن سامح منورني ومشرفني بجد وسعيد جدا انت معي النهار ربنا خليك كابتن خليه انا شكرا كابتن سامح الشازلي اسم كبير رئيس اولا رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوث والانقاذ بس خلينا رجع معاك زمان وانا ولد صغير لسه واسم عائلة الشازلي كلها تمسيح نيل والله الحمد لله طبعا احنا يعني اولاد او ابناء نبيل الشازلي اللي احنا بنافتخر طبعا باسمه هو اللي حطنا على الطريق سواء في ابطال سباحة طبعا ناصر اخويا بطل عالم في السباحة واسامة ايضا وانا كملت معهم وبعدين تدركنا للمناصب الادارية كل واحد بقى شاف طريقه وانما الحمد لله يعني اسم الشازلي ارتبط بالسباحة تماما بالزبط كده يعني انا ولا اقولك ولا اولاد صغير اسم الشازلي ده مرتبط بالسباحة بس غليه في ظلط سنوات اكتوبر قريد حاجة مهمة لكابتن نبيل الشازلي كابتننا الكبير بابا اتكلم وقال انه هو اللي مرن الابطال اللي حقيقين في معركة الات او مدمرت الات والله هو طبعا بصفته يعني بطل عالم في السباحة او طبعا زابط في القوات البحرية اللي هو الوحادة الخاصة طبعا تم اختياره لتدريب المجموعة اللي كانت بتدرب بتدمر يعني المنائلات والرصيف الحاربي بصفته طبعا هو بطل سباحة وهم العملية بتحتاج انه هم فيها عوم او سباحة بالمعدات كاملة فكان لازم يبقى عندهم المهارة ديت والحمد لله ربنا وفقهم والعملية نجحت وحتى وقتين هذا الابطال اللي موجين على قد الحياة اللي هو نبيل عبد الوهاب واللي هو عمر عزيز الدين في كل احدثهم بيذكروا ان نبيل الشازلي ليه دور كبير في اللي هم وصلوله والانجاز اللي اتحقق لمصر الحمد لله هي دي ولاد مصر وهم دول ابناء مصر حقيين اللي بيحققوا انجازات لبلدنا عشان انا انا النهاردة كده قاعد في الهو وانا مستريح وكل الشعب مصري مستريح هم دول بجد اللي خلوني قاعدين هدين نفسيا ان بلدنا كلها موجودة الحمد لله هنخش في التفاصيل والغوص والانقاذ ليه خرجت من السباحة وروحنا للغوص والانقاذ والله انا يعني هو الاتنين تقريبا بيكملوا بعض حتى قوتين هذا وطبعا مهان سياسي الريس صديق عزيز طبعا انما هي عشان فيها سباحة يعني يعني برضو انا في خلال فترة بطولاتي انا مثلت ومارست السباحة بالزعانف وده اللي خلاني ان انا افكر لان انا ببداية ما دخلت في المجال الاداري كنت عيده ماجلس دارة منطقة الاسكندرية للسباحة دورة كاملة اتنين وتسعين ستة وتسعين وبعدين قلت لا انا عايز اخش المجال التاني اللي انا برضو مارسته وبدأت عيد ماجلس دارة في ستة وتسعين الفين 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 واربعة وبعدين الفين واربعة وكنت دخلت الاتحاد دولي ففكرت ان انا اكمل في رئيسة الاتحاد والحمد لله ربنا وفقني من الفين وثمانية حتى قوتين هذا عيد منك بصراحة شديدة الناس برضو ما تعرفش سباحة بالزعانف اول يعني نحن اوصل لبطل عالم وابطال عالم اكيد لها يعني خطة موضوع منك لكن خلينا معرف ناس ايه الفرق بين السباحة والسباحة بالزعانف سريعا جدا حضرك السباحة الكلاسيك اللي هي اللي احنا عارفينها الاربع عامات كرول وباك وبريست ودولفين وفيها مسفات قصيرة ومسفات طويلة السباحة بالزعانف برضو نفس الكلام فيها بطولات في حمامات السباحة وبطولات في المياه المفتوحة او المسفات طويلة في نوعين من الزعانف الزعانف المونو وهي الزعانفة الاحدية اللي المتسبب بيلبسها في رجل واحدة الاثنين وبيعوم وسط دولفين وبتحتاج مهارة عالية جدا وتوافق عضل عصبي مهم جدا ان اللي يبقى عنده السباحة عنده المرونة وعنده الرشاقة اللي انا عايز اقوله حركة ان الفرق بين السباحة الكلاسيك والسباحة بالزعانف المونو بالتحديد فرق كبير جدا لو قلنا الميت متر رقم العالم في السباحة الكلاسيك سبعة واربعين ثانية احنا عندنا في المونو تلاتة وتلاتين ثانية الفرق كبير جدا الحكم اللي بيقى موجود في حمام السباحة اللي بيمشيه او الحكم الطرق اللي بيرائب السباحين ما بيمشيش طبعا بيتطر انه يجري لان الموضوع مختلف جدا هو ده الفرق عندنا نوع تاني من الزعانف اللي هي الزعانف المزدوجة اللي هي الفليبرز او اللي بينزلوا بيها الغواصيين او السباحة الكلاسيك حاليا بتعتمد في تدريبها على السباحة الزعانف المزدوجة ايضا دي كيمكن احنا استحدثناها موجودة فيها مسابقات في حمام السباحة وفي البحر وحنتكلم عليها طبعا وحصل في بطولة العالم انما احنا الحمد لله مصنفين من احسن حاليا ست دورة على مستوى العالم وده انجاز ان احنا وصلنا لهذا المركز انجاز كبير جدا جدا الانجاز مش بتحقق بالفترة او بيتحقق كده يعني نقول ايه ضربة حظ مستحيل بالذات الموصلة بتحقق حاليا تعبنا وخططنا ازاي عايزنا خطة حركة ايه بالزبط عشان نوصل بطل العالم والله انا الكلام ده احنا هنتكلم بقى على سنين من 2003 احنا بدأنا نحط خطة نفسنا الموضوع كبير شوية ان احنا كنا بعيد خلص عن السباحة بالزعانف ما كانش لنا اي دور او تاريخ بدأنا نجيب مدربة منتخب اوكرانيا قعدت موجودة في مصر وخرجت جيل كبير من السباحين وايضا من المدربين اللي احنا بدأنا نشتغل بهم بعد 2011 وقفنا مدربين اجانب خالص وبدأنا في الاعتماد على ابناء اللعبة سواء المدربين اللي هم كانوا سباحين قدامة حطين خطة يعني ماشيين بها الحمد لله انك احنا ابطال العرب في البطولات العربية احنا ابطال العرب بتفوق والفرق كبير جدا بيننا وبين اي دولة عربية اخرى انما عالميا كان لازم ان احنا نقرب ونقرب هنقول بقى اخر هذا العام يمكن السنة الفاتت وجائحة كورونا وكانش فيه كل الاتحادات ما فيهاش بطولات عالم اتكونت بطولات عالم لان احنا بيتعامل سنة بطولة عالم ناشئين والسنة الاخرى بطولة العالم للكبار تصادف هذا العام لتلب بطولات عالم بطولة عالم ناشئين اتعاملت في ايطاليا وكان لنا الحظ ان احنا حصلنا على خمس مدليات متنوعة ما بين دهب وفضة وبرونز ثم بطولة العالم للكبار كانت في تمسك في روسيا وايضا حصلنا على مداليتين في بطولة العالم للكبار وده انجاز ثم بطولة العالم للمياه المفتوحة المصفى الطويلة اللي احنا بنقول ان احنا تمسيح النيل زي السباحة الكلاسك حصلنا على اتناشر مدالية اربعة دهب واربعة فضة واربعة برونز بجد تاريخ كبير وتاني بصراحة شديد تاني واحد رئيس الاتحاد يقعد قدامي يقولي انا باعتمد على المدرب المصري بزبط كده جات لك الفكرة ازاي كل واحد بقى رئيس الاتحاد بك لو بصراحة بس كلام يعني يبقى واضح انا هجيب واحد فني اجنابي واشتغلت لي على المدرب المصري اولا المدرب المصري زاكي جدا عندنا معظم المدربين مرسوا اللعبة معايا في اوقات وجودي سواء عيد مجل الظهر او رئيس الاتحاد حبوا اللعبة وبيخلصوا لها انا بعمل دورات على فكرة مدربين بجيب خبرة من برا سواء جبت الخبرة الروسية وهي طبعا روسيا نمرة واحد على مستوى العالم جبت اوكرانيا جبت اليونان خبرات مختلفة او مدارس مختلفة الولاد فعلا بقى معهم برامج مختلفة برامج تدريبية مختلفة هو ده اللي طورنا احنا عايز اقول ان احنا حتى المستوى الرقم بتاعنا في حماد السباحة سنة رقم عايشي 68-64 نتيجة البسكت في الاهل والتحاد سكندري متبقي 31 ثانية 68-64 ان شاء الله ربنا يا فرح فطبعا يعني كان لازم ان احنا كمان حتى المستوى الرقمي لولادنا وبناتنا تطور جدا وده اللي ظهر في البطولات اللي اللي تحرك عليها السنة دي بطولة عالم ناشئين وبطولة عالم كبار واختتمت بالمياه المفتوحة هو ده المقياس بتاعنا على الرغم ان احنا وقفنا 2020 كامل ما كانشينا اي احتجاج خارجي انما رجعنا ورجعنا بقوة ويمكن يا زي ما قالوا الولاد مع حضرتك ان احنا عندنا ايضا للتحاد الدولي اختار مصر بقى لتنظيم نهائي كاس العالم للسباحة بالزعانف في مدينة شرم الشيخ من 3 ل 8 نوفمبر وده كاس عالم اندية ومنتخبات وكل حاجة وبتعامل عليه الرانكينج العالمي لعام 2021-2021 وان شاء الله مصر حيباليها نصيب ايضا لان احنا بقالينا ولاد وبنات ليهم ترتيب العالمي الحمد لله الثقة اللي انت بتتكلم بيها بتدي ثقة لابطالنا انهم يحقوا في اللي جاي قل لي شايفهم ازاي في بطولة العالم في نوفمبر والله هو كاس عالم نهائي كاس عالم اتعامل اربع راوند الراوند الاخير في مصر او الجولدن فاينال زي ما بيقولوا عليه شايف ان ولادنا حيكونوا ليهم ترتيب كويس جدا سواء في حمامة السباحة او في المسفات طويلة خاصة عندنا بنتين متفوقين جدا وعالين جميلة علي صابر ونادة مجدي ابو مسلم وللاسف الاثنين راجعوا معايا من كولومبيا بكورونا وحاليا في الحجر انما الحمد لله ان هذا تمنوني الحمد لله التحليل كان نيجاتف وعندي الولاد حركوا انت مع احمد مرسي ومع احمد تامر عندي بطالنا الكبير مروان العمراوي ابتدى يعني هو سباح اولمبي وكان شارك مع السباحة في ريو دي جانيرو وموجود معانا في السباحة المزدوجة السباحة بالزعانف وكان له دور كبير جدا لان هو كابتل الفريق معانا وان شاء الله حيظهر ولو ظهور في كاس العالم حيقوم في شرم الشيخ بإذن الله هل ولادنا في باريس ممكن يكونوا متواجدين في عشرين واربعة وعشرين؟ كابتل خليد عايز اقول لك حاجة ان الموضوع دخول السباحة بالزعانف داخل فيها موضوع السياسة شوية ايوه روسيا والصين متفوقين في السباحة بالزعانف وعارف حاجة المنافسة مع امريكا امريكا بعيدة خالص تمام يمكن احنا متفوقين مع امريكا بعيدة بالتالي العدد المداليات رغم التفوقها في المحامات السباحة بالضبط كده السباحة الكلاسك طبعا انما هي بعيدة في الزعانف خالص فبالتالي روسيا والصين حيغضوا مداليات في السباحة بالزعانف كتير جدا امريكا يا راب وهو ده يا هو ده الراف انما ان شاء الله اطمنك ان قريب جدا حيكون للسباحة بالزعانف في الدورات الولمبية حيبقى لها ظهور لان الموضوع بقى اختلف بطولة العالم بقى فيها اكتر من 45 دولة واللجنة الولمبية الدولية حط عنيها على السباحة بالزعانف احدى الرياضات اللي حيبقى لها دور باذن الله في الدورات الولمبية القادمة يا رب باذن الله الاتحاد المصري بياملو كام لعب عنده تقريبا عايز اقول الحركة احنا بدأت من فين وصلت فين انا اكتر من 32 الف سباحة وسباحة مقاييدين عندنا في الاتحاد موضوع كتير قوي حرج بتشوف في كل حاملات السباحة دلوقتي اللي هي الشنطة المثلث اللي فيها الزعنفة المونو تروح في اي مكان حتلاقي فيه السباحة بالزعانف بقت منتشرة والحمد لله بفضل من مجلس دارة الاتحاد عايز اقول برضو يعني مش عايش اخفل دور وزار الشبه الرياضة ومعالي الوزير الدكتور اشف صبحي اللي انا عايز اقول واحنا في كولومبيا كان معاوات التواصل معنا بعد نتائج الكويسة الحاجة عميل جدا هو في نيجيريا مع الليو احمد ناصر كان لديهم اجتماعات واحنا راجعين في الطيارة عمل فيديو كونفرنس اللي درجة ان ركاب الطيارة كنا لسه في مطار بجوتا وحنعمل تيكوف على اسطنبول واحنا راجعين كانت حاجة جميلة جدا ان طبعا وزير الشباب والرياضة طبعا ليه اه اتحاد الغوص ولعبة غير اولمبية ويعمل لهم فيديو كل كده جميلة جدا وانا بشكره يعني بالنيابة عن اسر اتحاد المصري غوص والانقاص اكيد كلنا مصريين واكيد كلنا مرفع في الانجاز ده بحاجة متواجد معنا رضا وفرحانين بيك جدا لكن ده الجانب الفني والمهم لكن خلينا نقول ان انت بتختلف جدا انت عضو مجلس ادار الاتحاد الدولي تمام في اللعبة وداخل عن انتخابات قادمة في الاتحاد الدولي وده شرفين اكيد اللي انا عايز اقوله باد وانا يعني احنا في 27 اكتوبر ايوا برضو سيقة الاتحاد الدولي في مصر وبلد الامن والامان في مدينة شرم الشيخ اللي هي احسن مقصد غوص على مستوى العالم هيجي اكتر من 90 رئيس اتحاد غوص هنعمل الجمعالة عمومية من 27 ل31 اكتوبر في مدينة شرم الشيخ طبعا بيتخلز وحناك قلت كده ان فيها انتخابات وانا طبعا من من اقاعد مجلس دارة او مكتب تنفيذي الاتحاد الدولي وطبعا حجد ان شاء الله عدوتي ورب ربنا يكرمنا وينصرنا ويبقى لينا دور لان احنا وجود مصر في الاتحاد الدولي مهم جدا لان انا بقول ان السياحة الرياضية النهاردة مهم جدا وانا زي ما قلت ان شرم الشيخ او جنوب سيناء او البحر الاحمر غير دا عندنا اماكن جميلة جدا ومعظم الدول ومعظم الرئيسات الاتحاد الغوص بيعتمدوا على الاتحاد المصري غوص والنقاذ في الحصول على المعلومات سواء جايالهم مفود سياحية في مصر او مفود رياضية ايضا في المعسكرات اللي بتعمل في مصر سيد دا قوني اولا قاعد مع شخص مصري خالص وهو رئيس الاتحاد الغوص والنقاذ الكابتن سامح الشيخ دي او اي رئيس الاتحاد او اي حد بيكلم على مصر بهذا الاسلوب بيكون سعيد جدا من جوايا ان دا ولاد مصر اللي بيدوروا على مصر في المجال الرياضي والمجال السياحي والمجال السياسي وكل حاجة ان يعمل انتخابات التحاد الدولي يجبها ينزلها شرم الشيخ ويقولوني شرم الشيخ هي مقصد العالم كله في الغوص والانقاذ دا شرف لنا اكيد كابتن سامح اكيد دا شرف لنا بجد ان انت جيبناها انتخابات التحاد الدولي ويا ربي ربنا يوفقك لكن عايز اقول لها حاجة وصلنا الاثناشر ماديليا الطموح اللي جاي فين السنة الجاية ان شاء الله عندنا حاجات كثير جدا عندنا بطولة العالم للكبار في كولومبيا السباحة بالزعان في حمامات السباحة احنا بنتكلم في 24 تحددت و 26 تحددت فالموضوع هو كان الدور على كولومبيا السنة الجاية قصيرة عندنا بطولة العالم للزعان في المياه المفتوحة السنة القادمة في ايطاليا طموحنا بقى ان احنا ما نوصلش اللي انا عايز اقوله برضو يعني احنا في كولومبيا كان ترتيبنا التالت ترتيب عام الاولى روسيا والتانية فرنسا ثم مصر حصلت المركز التالت قبل كولومبيا الدول المنظمة قبل اوكرانيا قبل ايطاليا عايزين بقى نقول ان احنا مش هنستكفي بالمركز التالت لا احنا بان طموحنا ان احنا اللي بقى اول عالم ان شاء الله ترتيب عام دول لان مصر تصحق اكتر من كده ده طموحي وطموحي ان الولاد والبنات اللي هم تعبوا احنا عشان نوصل اللي وصلنا له ده زي ما قالوا برضو الولاد احنا كنا عاملين معسكر مغلق في الاسكندرية تمرين صبحوا بعد الضهر وجم والولاد فعلا تعبوا جدا ولقد ما تعبوا ربنا اداهم ووقفوا على المنصات والسلام الوطني من مصر كانت سعادة لا توصل حاجة عظيمة صراحة جدا لكن ازاي بتقابل مشاكل الدراسة اللي هم فيها مع مشاكل اللي هم يتمرنوا اللعيب بيدرس لازم يدرس طب قابلها ازاي بتحلها لهم ازاي اللي انا عايز اقوله ان احنا المتفوق رياضية متفوق علمانيا انا ما شفتش حد على فكرة يعني حقيقة كل الولاد ولاد اللعبة عندنا كلهم فوق الخمسة وتسعين والاربعة وتسعين ما شاء الله يعني على رغم ان السنة دي المجامية في السنوات العامة وطيها شوية انما مفيش حد متفوق رياضي اللي هكون متفوق علمي فالحتة دي هم مطمئنة لها وطبعا الموضوع خلاص الولاد اخدوا على كده واولئة الامور لهم دور كبير في كل الالعاب عندنا كل الرياضات دايما بيشتكوا الناس او يشتكوا في اولياء الامور وبيقولوا ان هم مش سبورت مع ان الالعاب الفردية بالزياد اعتقد بتكون مهمة جدا اولياء الملكون وتجدين طبعا السباحة بالزياد حضرتك عارف ان فيها تمرين فجر وتمرين بالليل وبعد الظهر وجم وانا بروح النادي الفرج داخلين طبعا ارقيهم داخلين اربعة الفجر وخمسة الفجر السباحة بالزياد محتاجة هذا الكلام ولو اولاء الامور ايه هو عايز اقول ان هم الدراع بتاع اي الاتحاد الرياضي الدراع القوي اللي هو فعلا بيديله بيمديه بالزخيرة اللي احنا بنحارب بيها هم 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 اولياء الامور الزخيرة المهمة لكن فيه برضو عايز اقولك بصراحة بيكون فيه تدخلات زيادة واللي احنا بحجمين امورنا معاهم وعارفين دورهم فيها اللي هو التدخلات دي مرفوضة كليتا ومعاينة بالزات يعني فعلا تدخل اولاء الامور ويمكن هم عارفين سياسة اتحاد الغوص مفيش تدخلات من اولاء الامور لان طبعا فعلا بيبقى الموضوع صعب شوية بيدخلوا في الناحية التدريبية وتلاقي وليه الامر وقعت عالمدرج بساعة الكلام ده مرفوض اي مدرب احدك بمحترم فعلا قوي في مجاله بيرفض هذا الاسلوب بتديهم ده في التدريبات وتديهم ده في المحاضرات بتاعة المدربين طبعا 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 مهم جدا مهم جدا احنا دايما بناكون متواصلين مع المدربين والادريين بتاعنا في داخل اللي هي البرامج او داخل المحاضرات سنوية دايما بتعبنا له اه بوضح لك المحاضرات والدورات السقل والأب جريد بالنسبة للوضعات مهمة جدا وبندخل فيها طبعا حاجات كمان فسيولوجي وبندخل فيها طب رياضي وبندخل فيها مناشطات يعني حاجات تانية فرعية لازم تبقى موجودة مع الناحية التدريبية كتكنيك اللعبة بتاعتنا طيب احنا بس لازم نقول لهم هورنا نادي اهلي ان 68 68 مع الاتحاد سكندري الماتش ايكوال وهيلعبه اكسرا تايم هيبدأه على طول وهنتبع معنا دايما الماتش صعب جدا نادي التحاد سكندري المحترم في الباسكتبول نادي الاهلي فعلا فريق قوي جدا نتمنى التوفيق لي النادي الاهلي بإذن الله نكمل يا كابتن سامح بموضوع السقل للمدربين والإداريين مهم جدا الدورات التدريبية للمدربين حضرتك انها ما نستكفيش باللي احنا فيه لا احنا بنقول ان فيه الجديد في عالم اللعبة بتاعتنا كل يوم وكل اسبوع بتطلع نشرات جديدة جدا لازم فعلا مع الدول الكبرى ولينا تواصل سواء روسيا أو أوكرانيا أو اليونان أو إيطاليا في عالم اللعبة بتاعتنا وبنقدر ان احنا لسه كان فيه في نوفمبر الماضي في عشرين عشرين كان فيه كونفرنس كبير جدا وكان فيه عدد كبير من المدربين دخلوا طبعا عن طريق الزوم والحاجات دي على فكرة بتفيد وبتخلي زيادة الوعي التدريب بالنسبة للمدربين على مستوى طبعا مصر كلها والحمد لله احنا مدربين انا مطمئن لهذا الكلام لان النتاج اللي وصلنا لها بطول ان احنا ماشيين في الطريق السليم ماشيين في الطريق السليم لكن ابطالنا اكيد وانت شغال في السكة في اتناشر تلاتاشر سنة اكيد كان فيه دروب وفيه مشاكل ايه اصعب مشكلة وجهتك في الغصب في الغصب والانقاس اصعب مشكلة عندنا المعدات بتاعتنا المعدات غالية جدا ودي مشكلة احنا يعني بنعاني منها وطبعا لايكم فؤون اولاء الامور لان طبعا الزعنفة المونو النهاردة بتتعدى ل 12 الف جنيه موضوع كبير جدا فيه ميوهات معتمدة من الاتحاد الدولي عامل تعاقد ما ينفعش الميوه بتعال فينا الاتحاد الدولي للسباحة ينزل بيه السباح بتاع السيمس الاتحاد الدولي للغوص اللي هو السيمس بالتالي الموضوع بقى مكلف هو ده اللي احنا بنحاول نتغلب عليه في جميع اجتماعاتنا مع الاتحاد الدولي على فكرة مش مشكلة مصر بس كل دول العالم حتى الدول الغنية بتعاني من هزا الكلام الموضوع بقى مكلف لعبة مكلفة وبنحاول نحن نوصل للمنتجين للزعانف عشان نحاول ننزل ونحط السقف رقمي بالزبط كده سقف رقمي للمعدات عشان ما تعداش المقدرة اي ولي امر واي اسرة الحديث معاك ممتع جدا وبجد شرفتني ونورتني الف ميوم مبروك لمدالية بداية الدهب اللي انت كنتهلنا وان شاء الله هنتابع حضرتك دايما في كل لقاءاتنا عشان نشوف هنوصل ايه في بطوط العالم بازن الله في نوفمبر الجاية عايز اشكرك واشكر قناة الاهلي وعايز اقول ان احنا انا اسكندراني طبعا وبنتي بدراستها في الجامعة المانية كانت يعني بتعوم في النادي الاهلي فعلا وده شرف لينا شرف لينا جدا صدقوني بكون سعيد ومستمتع جدا مع رئيس اتحاد مصري وهو بيتكلم على مصر وبيتكلم على الولاد وبيتكلم ان هو وصل لأبطال العالم مستنين منهم الكتير وان شاء الله باذن الله هنتبعهم لغاية منوصل للمصر التتويج العالمية باذن الله في كاس العالم وبطوط العالم نهر بالفاصل ونستقبل ان القادر يا راضيين الاستاذ حسام زاد والاستاذ دعابد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة